السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب احنا الان البروتوتيب موجود عدنان جاهز صح طيب كيف نقيم البروتوتيب اصلا تقييم البروتوتيب هو تقييم البروتوتيب تجي من التست التجربة انت لازم تعمل بروتوتيب فكرة عملك البروتوتيب انه انت تعطيه للعميل والزبون هذا يعمل تجارب عليها حتى بالاخير يقيم هل هذا البروتوتيب ينفعهم ام لا فاذا انت عندك مراحل في عملية التقييم اول شي انه تعمل تست لها احنا نعرف كل زي انه مرحلة التست دائما موجودة في كل المشاريع لكن لما تجي على مرحلة التست اول شي لازم تحدد اهدافك انت شنو الشي اللي تريد تعمله تست ما بينفع انه يجيلك انت البروتوتيب وتفكر بديتشل لحظة انه تقول هذا الشي لا لا لازم انت من بداية قبل لا يجيلك البروتوتيب لازم تعرف بالضبط انت شنو الاشياء المهمة عندك تعمل لها تست لازم تكون مركز على المعلومات اللي تريد تجمعها من هذا البروتوتيب لانه هذا ممكن انه يعملك وستنج تايم هدر للوقت نفس الوقت انه لما تجي تعمل تست لازم يكون في عندك ثلاث اشياء اساسية في تيمك اللي رح يقيم البروتوتيب ثلاث شخصيات موجودين في عندك الشخص اللي هو خلي نقول الملاحظين في عندك ناس يعملون تستينج وفي عندك ناس اللي هما العاديين تمام بالنسبة للتسترز هما اصحاب المهارات اللي عندهم سكلز عالية اللي هما يعتبرون خبراء ذول اللي رح يقومون تست تجارب على البروتوتيب اللي انت تقدمها اليهم هذا خلي في بالك هما اللي رح يعملون تستينج للبروتكت اللي تم تقديمه حتي تم الموافق عليه طيب هذا التستر شلو مهماته؟ مهماته انه هو يعمل تستينج التستينج ما تكون على اساس الاهداف اللي انت تريدها يعني انه انت في هذا التطبيق تريد مجموعة اشياء يتم تنفيذه فهو رح يعمل تست على الاشياء اللي انت تريدها على اهدافك اوكي؟ ما ينفع انه انت تجيب تستر و تقول اوكي تعالي يا تستر اشرح لي هذا كيف يعمل لا وانما انت تقول انا اريد هذه الاشياء حتى التستر لما يجي يعمل تست يعرف يعمل تست على شنو يعني لا يجوز انه انت تجيب تستر اكسبرت في موضوع البروتوتيب و تقول والله يبلا زحم عليك انه انت ممكن تعرف لي هذا الشي يعمل لا اكيد انت مفروض عندك الاهداف لانه هو مشروعك تجي تقول انا جالي بروتوتيب تعالي يا تستر انا احتاج فلان شي فلان شي فلان شي فيجي التستر على ضوء اهدافك يعطيك نصاح نعم هو رح يعطيك ايضا اشياء اخرى اذا انت ما قمت بذكرها فعلى اساس المهارات رح يجي يذكر لك انه هذا الشي مرفوض او هذا الشي مقبول او هذا الشي يجب مسحه او هذا الشي يجب اضافته نفس الوقت التسترز يتم سأل يعني يتم سؤاله من قبل من؟ من قبل البروجيكت مانجور يعني شخص اللي اعلى هو اللي بيسأل التستر الاشياء اللي مفروض ينتبه عليها لان هذا بالاخير هو البروجيكت الخاص بك تمام؟ فبالنسبة للتستر مثل ما توضح حد عندنا شخص رح يجي يعمل تست للتطبيق بالكامل يجي يشوف الاشياء كيف تعمل والتطبيق كيف يتفاعل مع اليوزر نفس الوقت انه رح يعرف بالضبط بعد ما تعطيه الاهداف هل انه هذا الابلكيشن موجه للناس اللي انت تريد توزع عليهم البروجيكت الخاص فيك؟ كل التسترز يعرح يعطوك ملاحظات قيمة عن الفيدباك ومالتهم بس لكن انت مفروض مثل ما قلنا توضح للتسترز شنو الاشياء المهمة تكون في ديزاينك والانتباه عليها انت تقول له ما اكو اشياء جدا مهمة ركزو لي عليها نفس الوقت تقدر تعمل التستنج الخاص بك ممكن تنشره ممكن تعطيه مجموعة الناس يعملون عليها التست حتى تقيس مدى رغبة الناس باستخدام هذا التطبيق او مدى فهم الناس لهذا التطبيق عندك العنصر الثاني اللي موجود في عملية التقييم هم الملاحظين الملاحظين هم ايضا يجمعون معلومات عن هذا التطبيق يجمعون معلومات عن هذا البروتوتيب لكن ليس لهم الحق نهائيا في السؤال هم فقط رح يجمعون معلومات يجمعون الملاحظات على اساس البروتوتيب بعدين يقومون بعمل ريبورت خاص ويراستوها للبروجيكت مانجر او صاحب البروتكت ويقولك احنا لاحظنا هذه الاشياء ما لهم حق انه يسألون او هذا كيف يعملوها فقط هم ملاحظين يفيدون في كتابة ملاحظات ممكن انه يسجلون صوت ممكن يسجلون فيديوهات capture screen يأخذوه من التصميم والآخر لان انت تعرف الوبسيرفورز رح يكونون جالسين معاك لما تيجي تقيم هذا البروتوتيب يعني انا عملت بروتوتيب ويجيت على شركتك في شركتك مفروض اكو تستر اليوم رح يقيمون ويفحصون وإلى آخر من الامور في عندك اوبسيرفورز اليوم رح يلاحظون كلامي ممكن يسجلوني فيديو ممكن يصوروني ممكن يلاحظون كيف عاني ده أشرح فهما رح يكتبون ملاحظاتهم فقط لكن ما يسألوني عني شخصيا هما مجرد يكتبون ملاحظات وبعدين يرفعون تعقرير يضطوها اليك اوكي فالتستنج سيشن مفروض ايضا يكون وقت قصير ما يكون انت التستنج عندك كل شخص لازم يعمل تست أربع خمس ساعات لا ممكن يكون من ثلاثين دقيقة لحد ساعة هذا هو الستندرد يعني التستنج في البروتوتيوب ممكن يستمر من ثلاثين دقيقة لغاية ساعة واحدة اوكي المتوقع انه انت لما يكون عندك اذا كان انت عندك حالة التستنج لما يجون الاشخاص ويشوفوك البروتوتيوب الخاص اللي يصمموه لشركتك قد يستهرق الوقت كثير يعني ممكن يأخذ أربع ساعات تستنج فممكن تعمل براك لازم تعمل براك حتى يأخذون كفاية من راحتهم وارجعوا مرة الله خلنقول fresh ممكن تعمل التستنج الخاص بك على شكل ساشينات متعددة ويكون البروتوتيوب موجود فينا بالنهاية التقييم اللي راح يكون عندك راح يكون تقييم صحيح لانه الابزرفوكل راح يكونون fresh بين فترة وفترة تنطيهم براك اوكي الداتا اللي يجمعوها هذه الداتا على حسب الأحداف اللي انت تريدها وشنو الأشياء الأساسية اللي انت تريدها اوكي كذلك راح يعطوك في التقرير ماتهم البيانات اللي لاحظوها اللي مثلا المرغوبة الغير مرغوبة بيها أشياء مفروض يفصلوها مفروض ما يضعوا في هذا الواجهة مفروض يحولوها إلى واجهة أخرى اوكي كل هذه الأشياء ممكن تعملك بورد خاص اوكي هذا البورد تقسمه إلى مجموعة أشياء مثلا خلي نقول الأشياء الجديدة اللي مفروض يضيفوها تمام؟ فرح يصير عندك مجموعة يعني ممكن تعمل في التريلو هذا الشي على فكرة يعني ممكن توضحها في التريلو خلي نقول شن الأشياء اللي لازم تضعها ما عرفي اهنا اوكي تريلو شغال مش شغال ماذا عرف يعني لا اتصور انه قمنا بيتفعل تريلو تمام؟ ممكن في التريلو يعني احنا شرحنا موضع التريلو في القناة الموجودة انه مثلا ممكن في التريلو تعملك تث لستات لستة هي الإرارات لستة لستكسيد لستة للنيو أشياء اللي مفروض إضافتها في داخل هذا البروتو تايب يعني عاسمي مثال انه بدل هذا يجب كتابة لوغو او اسم اوكي هذا وهذا جربتهم تيست اوكي نجحت تمام؟ عندك مثلا هذا الإرار احنا مريد في فيسبوك وإلى آخر من الأمور بعد ذلك مفروض انه بعد ما يكمل التقييم بالكامل انك انت تتابع هذا التقييم تعطيهم ملاحظاتك حتى يعيدون تحسين البروجيكت على أساس النتائجه اللي انت توصلت إليه عن طريق الوبزيرفورز عن طريق التسترز وعن طريق عن طريقك انت أيضا الملاحظاتك اللي شفتها في البروتو تايب بالنهاية النهاية انه يكون النتيجة يكون البروتو تايب يتم التعديل عليها تجربتها مرة أخرى وتأكد انه هاي الملاحظات اللي انت ذكرتها للشخص اللي صمم بروتو تايب يقوم بعملها بحذافيرها اوكي وبالتايم المخصص إلاه لازلان قلقم ما سلاما آب آب شكرا